اخيرا ظل عنا اللي هي التطبيقات المواسعات في التطبيقات العملية المواسع له عدة اشكال احنا دراسنا شفنا اه ذكرنا في بداية الشرح انه عندنا المواسع دو صفيحتين متوازيتين والمواسع الاسطواني ولذلك هنا بيقول لك انه يصمم المواسع باشكال مختلفة هلا من اكثر الاشكال شو يعني المواسع الاسطواني هذا المواسع الاسطواني اول اشي بتكون من شرطين ملفوفين بيكونوا ملفوفين على بعض الشرطين تعتبر كل واحد فيهم صفيحة ملفوفين على بعض على شكل اسطواني تفصل بينهما مادة عازلة تصميم المواسع بهذه الطريقة التصميم بهذه الطريقة يفيد في شغلتين اول اشي نستطيع الحصول على مواسع صغير الحجم مساحة صفيحتين كبيرة والمسافة بينهم تعرف المواسعة تتناسب طرديا مع المساحة عكسيا مع المسافة فانت لما بتقرب المواسعين على اول شي لما بتلفهم اسطواني بتكبر المساحة اللي ممكن تستخدمها بس في حي زي صغير وبتصغر المسافة اللي بين الصفيحتين وبالتالي هذا يزيد من قدرة المواسع على تخزين الشحنة لكن في شغل مهم منه المواسع لا يستطيع تخزين الشحنات الى ما لا نهاية هناك حد اعلى للطاقة التي يمكن تخزينه في المواسع لا يستطيع المواسع انه يتجاوز هذا الحد ليش؟ لانه اذا جاوزنا هذا الحد اذا زدنا الشحنة على الصفيحتين هذا راح يؤدي الى وجود فرق جهد عالي ما بين الصفيحتين وبالتالي بتصير فيه تفريخ كهربائي شرارة بتفرغ تصير تفريخ كهربائي عبر المادة العازنة وهذا يؤدي الى تلف المواسع بتلاكي ما بتشوف الا طلعت شرارة من جوا المواسع هنا بتعرف ان المواسع شو صار فيه انضرب تلف لانه تجاوز الحد الاعلى من الجهد وزاد جهد الصفيحتين الى حد لا يستطيع المواسع انه يتحمل اذا لهذا السبب انه فيه حد اعلى من الطاقة اللي ممكن يحتملها المواسع ليه زي ما حكينا مرة ثاني بيحدث تفريغ ليه الشحنة الكهربائية عبر المادة العازلة الصاصلة بين الصفيحتين وهذا يؤدي الى تلف المواسع هلا من التطبيقات العملية على المواسعات دارة المصباح الوماض يعني الفلاش الفلاش تبع الكاميرا اللي فيه تلفون هذا في آلة التصوير هذا عبارة عن هيو زي ما انتم شايفين هذا عبارة عن بطارية مصدر للطاقة وعندك مواسع وعندك مصباح وماض لما ما بتستخدم التصوير بتكون المفتاح اللي ما بين المصباح والبطارية هو اللي مغلق والبطارية تقوم بشحن المواسع حتى يفلل شحنة هلا عند التصوير والكبسة هذا المفتاح يفتح ويغلق المفتاح اللي ما بين المواسع ومين والمصباح الوماض فكل الشحنة اللي موجودة في المصباح الوماد بتم تفريغها دفعة واحدة في المصباح فبيضوي هذا الضوء اللي هيك دفعة واحدة وبالتالي بتتحول الطاقة الكهربائية المختزنة إلى طاقة ضوئية هذا مبدأ عمل المصباح الوماد علل يوجد حد أعلى للطاقة التي يمكن تخزينها في المواسع زي ما حكينا عند زيادة الشحنة عن الحد الأعلى هذا يؤدي إلى زيادة فرق الجهد مما يؤدي إلى زيادة المجال فيحدث تفريغ كهربائي عبر المادة العازلة وبالتالي يتلف المواسع هلأ مثلاً عندنا السؤال برضو في الكتاب يحتاج مهندس إلى مواسع مواسعته 20 مايكرو فرط يعمل على فرق جهد 6 كيلو فولت لديه مجموعة من المواسعات المتماثلة متماثلة معناها بدنايش أحده على عددها أو أحده في عددها كتب على كل منها 200 مايكرو فرط لكي يحصل على المواسعة المطلوبة المواسعة المطلوبة أصغر المواسعة المطلوبة أصغر من المواسعة الموجودة المواسعة المطلوبة أصغر من المواسعة الموجودة وبالتالي إذن التوصيل لازم يكون على التوالي علشان تصغر قيمة المواسعة المطلوبة المكافئة إذن التوصيل يجب أن يكون على التوالي يجب أن يكون على التوالي طيب أنا بعرف أن المواسعة المكافئة في حالة التوصيل على التوالي يساوي أحدها على عددها هاي بدو إياها 20 وهاي 200 على نون هاي فيها 1 هاي فيها 10 بالضرب التبادل يطلع نون تساوي 10 مواسعات إذن هو يحتاج إلى 10 مواسعات توصل مع بعض على التوالي حتى يوصل لمن للقيمة المواسعة 20 مايكرو فرد المطلوبة انحل هذا يجعلها المصباح الوماد يجعلها السؤال في أحد السنوات أتوقع آخر سؤال هون هذا السؤال الشكل المجاور يمثل دارة المصباح الوماد في آلة التصوير الفوتوغرافي يضيء المصباح لفترة وجيزة عند إغلاق ها السهون لازم تغلق أي مفتاح عشان تضيء أول شيء لازم تغلق المفتاح حا ثنين حتى البطارية المواسع يعب شحنة بعدين نفتح حا ثنين ونغلق حا واحد إذن هون نغلق المفتاحين حا واحد وحا ثنين في نفس اللحظة؟ لا نغلق المفتاح حا واحد ثم حا ثنين؟ لا نغلق المفتاح حا ثنين لفترة ثم فتحه ثم إغلاق حا واحد هذا هو الصحيح هون بدك يش تساوي بدك تغلق المفتاح ها 2 حتى المواسع يعبي شحنة بعد ما تخلص يعبي شحنة منفتح ها 2 ومنغلق ها 1 فبيضوي المصباح الوماد لدينا السؤال اللي قبله ها هاي هون إذا علمت أن قراءة الفولت ميتر في هاي الدارة يساوي 2 فولت فإن فرق الجهد الكهربائي بين سين وصاد يعني بده الجهد الكل ها قراءة الفولت ميتر هم يعطينا جيم 2 جيم 2 تساوي 2 طيب بقدر أطلع شين 2 شين 2 تساوي شين 2 تساوي جيم 2 في سين 2 جيم 2 وسين 2 قيمتها 6 فبيطلع معانا 12 يساوي شين 1 يساوي شين 1 بطلع جيم 1 جيم 1 بتساوي شين 1 على سين 1 شين 1 12 على سين 1 3 فبيطلع أربعة فولت وبالتالي الجهد الكلي من سين لصاد بده ساوي جهد تطلع من فوق هيك جهد 1 زائد جهد 2 جهد 1 زائد جهد 2 جهد 1 أربعة وجهد 2 2 فبيطلع 6 فولت يعني بطلع الجواب جيم بطلع الجواب جيم هاي السينة متنوعة هون لاحظوا معتمدا على الشكل على البيانات المثبتة في الشكل المجاود والذي يبين دارة كهربائية يتكون من مصدر جهده 10 فولت وأربع مواسعات كهربائية إذا كان فرق الجهد بين النقطتين كاف ولام يعني معطيني جيم هاي قلنا سميها واحد هاي اثنين هاي ثلاث وهاي أربعة إذن معطيني هو جيم واحد يساوي كم اثنين فولت اثنين فولت إذن بقدر أطلع شحنة واحد شحنة واحد راح تساوي اثنين في اربعة ثمانية مايكرو كولوم بتساوي شحنة اثنين ثلاث وتساوي شحنة اربعة لأنه كلهم على التوالي طيب شو طالبه بده فرق الجهد بين النقطتين ألف هو بقى هلأ عرفت شين اربعة هون بقدر اطلع جهد اثنين ثلاث وبده فرق الجهد ما بده سين اربعة هذا سين اربعة ما بده اياه بده جيم اربعة هلأ انا بقدر اطلع جهد اثنين ثلاث ليش لان انا عندي شحنة 2-3 فالجهد 2-3 يساوي شحنة 2-3 على مواسعة 2-3 الشحنة هي 8 والمواسعة 1 زائد 3-4 فراح يطلع 2 فولت طبعا هو الجهد الكل عشرة هذا اخذ 2 فولت وهذا اخذ 2 فولت هي 4 اذا هذا بضل الله 6 فولت يعني الجواب ساو? هذا بضل الله 6 فولت هاي اسئلة متنوعة هون هون بده المواسعة المكافية them i be sinds 3 هذا في مجهول عنا هون اذا علمت ان نقيهم المواسعات بالمايكروفرد والمواسعة المكافئة ما يعطينا المواسعة المكافية ها المواسعة المكافية مكونة من هات مع هذول اثنين على التوالي. اذا سين واحد اربعة ضرب سين اثنين ثلاث على سين اربعة زائد سين اثنين ثلاث لازم يطلع ثلاث. بالضربة التبادلية بيطلع اربعة سين اثنين ثلاث يساوي معش زائد ثلاثة. سين اثنين ثلاث. ودي هاي على الطرف الثاني بيطلع سين اثنين ثلاث تساوي اثناش هسا سين اثنين ثلاث مكون من سين اثنين يعني اربعة زائد سين ثلاث يساوي اثناش اذا بطلع سين ثلاث يساوي ثمانية مايكرو فرد يعني بطلع الجواب هاي اسئلة متنوعة مختلفة موجودة عندكم بمكانكم تحلوها الاسئلة اللي في نهاية الفصل هون كمان بمكانكم تحلوها برضو وهي اسئلة سنوات سابقة هاي الاسئلة هون كويس هاي المجموعة وهاي المجموعة هذا الشحنة الكلية هون اثنين وثلاثين مايكرو كولوم المواسعة سين اربعة راح تطلع معكم ستة مايكرو فرد هاي الاجوبي عليها هون عندك سؤال الفين وثمنتعش احسب مواسعة المواسعة معطيني فرق الجهد بين الف وباء خمسطعش شحنة المواسعة اه ثلاثين اه المواسعة سين ثلاثة بتساوي ستة مايكرو فرد ستة مايكرو فرد هون معطيني نفس الاشي بده المواسعة المكافئة للمجموعة هون راح تطلع معنا اه تسعة على اربعة مايكرو فرد تسعة على اربعة مايكرو فرد اثنين وربعة بده الطاقة المختزنة في المجموعة بتساوي فرق الجهد بين الف وباء تسعة ميت مايكرو اه عفوا اربعمية وخمسين مايكرو جول اربعمية وخمسين هون اربعمية وخمسين مايكرو جول ثلاثة مواسعات اذا علمت ان قراءة الفولت ميتر عشرة بده المواسعة المكافئة هون اربعة ثمانية مايكرو فرد بده فرق الجهد بين الف وباء هاي عشرة خمسة عشرة بولت اعتمادا على البيانات المثبتة على الشكل اذا كانت قراءة الفولت ميتر دساوي اثنين فولت احسب الشحنة المكافئة الشحنة المكافئة هي شحنة اثنين زائد شحنة ثلاثة بس لازم اطلع او شحنة اثنين ثلاثة ذول بنجمع شحنة هس انا عندي فقط جهد اثنين فبقدر اطلع شحنته بيطلع اربعة وعشرين مايكرو كولوم السؤال هون فرق جهد المصدر عشرين فولت هسا اي المواسعين سين واحد اكبر من سين اثنين اكبر من سين اثنين اذا شين واحد يعني شين واحد على جيم واحد اكبر من شين اثنين على جيم اثنين جيم واحد مع جيم اثنين بتروح فبتصف عندي شين واحد اكبر من شين اثنين فرق الجهد بين الف وبي وساوي اثنين ونص الشحنة الكلية واحد وعشرين احسب مواسعة المواسع سين ثلاث هسا الجهد الكلي خمس على اثنين والشحنة الكلية اذا بقدر اطلع المواسعة الكلية اشطب هاي المواسعة الكلية ستة مايكروفر ستة مايكروفر هذا السؤال مواسع شوحنة بشوحنة مقدرة واصبع فرق الجهد بين الطرفي ستة مايكروفر هذا هذا حلنا هذا الطاقة المختزلة في المواسع سين واحد بتساوي ميتين وستة وخمسين مايكرو جول المواسعة هون اثناش مايكروفر هاي خمسة مايكروفر هاي ستمية واربعين مايكرو جول السؤال الاخير معتمدا على الشكل وبياناته اذا كان فرق الجهد بين النقطتين با ودال خمسة ونص بدنا المواسع المكافية بتطلع ثنين مايكروفر هاي خمسة عشر على ثنين وود الطاقة المختزنة في المواسع سين ثلاث هاي بتطلع مية واتنعش ونص مايكروفر الله يعطيكم العافية هيك عنهينا المواسعات وان شاء الله تعالى الفيديو القادم راح ندخل في الطيارات ونمشي فيه ان شاء الله تعالى خلال اسبوع هذا راح نزل الفيديو هاي عن المواسعات عن يعفون الطيارات بحيث نغطي نادة الفصل الاول اللي هي عند القوة الدافعة الكهربية وانكم ان شاء الله تعالى بقية نادة الفصل السلام عليكم ورحمة الله